قبل أبريل المقبل، قبل الانتخابات الرئاسية، يأمل المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان أن يتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان. أمل أن نتوصل مع حركة طالبان وباقي الأفغان إلى اتفاق سلام قبل موعد الانتخابات الرئاسية، ذلك ما أتمنى، وأعتقد أن ذلك ما يريده الأفغان كذلك. لأننا أقرب إلى اتفاق سلام أفضل. الديبلوماسي الأمريكي المولود في أفغانستان قال إنه متفائل بحذر بشأن المحادثات مع حركة طالبان، وإن النتيجة النهائية للمفاوضات ستكون السلام. تصوري لنهاية المحادثات أن تكون أفغانستان في سلام، وأن الأفغان سينجحون في جعل بلادهم لا تشكل تهديداً لنفسها أو على المجتمع الدولي. ولم يعلن بعد عن موعد الجولة الجديدة من المحادثات، فيما كشف أعضاء في حركة طالبان أن قادة الحركة سيقدمون مجموعة من المطالب الجديدة لزلماء خليل زاد. وكانت الحركة التي تقاتل من أجل ترد القوات الأجنبية وأزيمة الحكومة المدعومة من الغرب قد قدمت مطالبها الشهر الماضي لخليل زاد أثناء اجتماع في قطر. وشملت المطالب جدولاً زمانياً لانسحاب القوات الأمريكية مع إطلاق صراح أعضائها الباريزين المسجونين. ويحاول المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان تشكيل فريق تفاوض يضم شخصيات أفغانية مؤثرة لطمأنة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابل بأنها لن تستبعد من عملية السلام بعد أن شكت حكومة الرئيس الشرفغاني من تعرضها للتهميش في المحادثات. وفي الوقت الذي تبذل فيه أمريكا والحكومة الأفغانية الجهود للتوصل لتسوية مع طالبان واصلت الحركة هجماتها في مختلف أرجاء البلاد على قوات الحكومة وكبدتها خسائر بالمئات في الأسابيع الماضية.